التاني كده لما بفكر في مقولة من النيل للفراط ليه دايما إسرائيل كان بتتحرك تجاه مصر ولا تتحرك تجاه العراء مع أنه ده من مخططاته يعني كان كل حركاته تجاهنا إحنا دي كان لاحكمة في العقيدة بتاعتهم ما أنت عارف كان لاحكمة بالنسبة لهم آه يعني جزء من العقيدة عندهم وأيضا إحساسهم أن لو ضربنا مصر يبقى ضربنا المطالة العربية كلها وانت هتذكر ما قيل عن أن مصر هي الجائزة الكبرى عند تنفيذ مخطط الشرق الأوسط للتمزيق لتمزيق الأمة العربية يعني هو كان برضو بيحاول يبدأ بالصعب ولأن لو دي وقعت في دي بعد كده الدنيا سهلة انتهى كله انتهى كله وتقالت رسمي وبتصرحات لكون داليزة رايس وغيرها أن نبدأ بمصر مصر هي الجائزة الكبرى لو وقعت الباقي وقعت فأديكت الخطة الحزام الأسود وأعتقد أن سواء احنا أسرعنا وسبقنا وضربنا أو أن هي يعني مشيئة الله أن احنا نتحرك في هذا التوقيت لكي نجهز تماما ويعني نجهز تماما على خطة الحزام الأسود ونجيب نتائج عكسية تماما لما كان يتمناه مشي ديان وجل دمائير واوا وتوصل للأمور أن جل دمائير في رابع أيام الحرب تستغيث بهنري كيسنجر مستشار الأمن القوم هناك لدرجة أن هو منكسر طلباته بيمد الجسر الجوي الأمريكي اختلف واستضم بوزير الدفاع ووزير الدفاع قال له إيه أنت حتفضي مخزننا يعني هنعمل إيه إنما ما لا يعلمه البعض أيضا أن الجسر الجوي كان يحمل طيارين يهود أمريكان يهود يحمل معدات حديثة جدا يعمل نوع من الخنابل التلفزيونية مخصوص عشان ضرب قواعد السواريخ بتاعتك لأن أنت الدفاع الجوي تزلهم تماما مبارح كان نعيد القوات الجوية كمان يعني وإضربك المطارات كان يقول يوس حمد أنه كان فيه أكتر من 150 طيارة في الجو تشتبك على مدار 52 دي مع حرب معركة المنصورة يعني الأطول في تاريخ الطيران وأنا بعتبرها مش بس أنها أطول معركة الجوية في التاريخ أنها نموذج على الإنسان المصري اللي هو بطائرات أقل كفاءة من الطائرات المتاحة لإسرائيل من أمريكا هو اللي تصدى وقدر يعني يحقق خسائر لهم بشكل رهيب في الوقت اللي هم تصوروا أنه خلاص هم ليه عملوا كده الصواريخ المضادة للمواقع الصواريخ الدفاع الجو عندنا الجديد اللي بعثته أمريكا اللي هي القنابل التلفزيونية اللي قدروا من خلالها فعلا يحطموا أكثر من قاعدة للصواريخ عندك موسيقى 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 موسيقى